صباح الوردة حبيبي الحلوين بسكوت اللانكشير حنعمله النهاردة مع بعض الطريقة سهلة وبسيطة من غير دقيق نهائي وطريقة تشكيل جديدة وكمان حقولك على طريقة التسوية المزبوطة عشان وشه ما يشققش معيك خفية ونعومة وبيدوب دوب في البق كل ما قديره سهلة جدا وبسيطة فين اللايك الحلو والتعليق الجميل منكم اللي بيشجع بسبوسة وتشتركوا في القناة لو لست جداد على القناة وأول حاجة لازم نسمي ونصلي على الحبيب المصطفى نقول على ما قدرنا بالجرام وبالكوباية لحبيبنا اللي ما عندهمش ميزان جبت بولة كبيرة وحزود فيها 125 جرام من الزبدة تكونطرية بدرجة حرارة الغرفة بما يعادل نص كوباية والكوباية اللي أنا ما استخدمها في الوصفة الكوب المعياري 250 ملي حبتجي أهرسها شوية بالمعلقة السيلكون أو بأي معلقة وبعد كده حزود عليها نص كوباية من السكر البودر بما يعادل 80 جرام جبت المضرب اليدوي ولو حابة تستخدم المضرب الكهربائي مفيش أي مشكلة بس الوصفة سهلة جدا وبسيطة وبأي معلقة ممكن تخلط الزبدة والسكر لحد ما يفتح لونها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده في الوقت ده هزود عليها بيضة وتكون بدرجة حرارة الغرفة ما تكونش خارجة من التلاجة لإن لو خارجة من التلاجة الزبدة هتعمل معانا زي كتل كده حبيبات وعليها كيس من الفانيليا بما يعادل 2 جرام وحنقلبها بالزبدة والسكر لحد ما تختفي وما يكونش ليها أي أثر وأكيد انتوا شايفين كل الخطوات أول ما بتزود البيضة الزبدة بتحس إنها مفرفتة كده يعني قطع صغيرة ما تقلقيش قلي بيها حلوة قوي لإن احنا مستخدمين المضرب اليدوي مش المضرب الكهربائي أول ما تلمت معانا جبت المعلقة السلكون وبدأت إن أنا لمها وهرسها عشان لو في بواقي من البيض يبتدي يختلط حلوة قوي جبت كبايتين ونص من النشا بما يعادل 300 جرام بديل الدقيق ولو حابة تستخدمي كباية من الدقيق وعليها كباية ونص من النشا أهم حاجة بالميزان 300 جرام وحزود رشة ملح صغيرة وربع معلقة صغيرة من البكنج بودر ما تقطريش من البكنج بودر أنا ما حطتهوش على النشا لأن النشا هزوده بالتدريج على حسب العجينة ما تتلمي معانا ممكن كمية النشا تزيد معايا شوية وممكن تقلن هي على حسب عجينة البسكوت ما تتلمي معانا وعجينة البسكوت ما بتتعجنش هي بتتلمي بس وأكيد أنتوا شايفين شايفين أنا بلمها إزاي وبزود النشا بالتدريج لحد ما تتلمي معانا وبتكون طرية وبس ما بتلزاش هيجيني سؤال في التعليقات ممكن يا بس بوسة نعمل خليط بين الزبدة والسمنة أو خليط بين الزبدة والزيت مفيش أي مشكلة المادة الدهنية المتوفرة في قلبي بيتك استخدميها يا قلبي بس أنا كمان استخدمت النهاردة النشا بدل الدقيق ولو حابة تستخدمي خليط بين النشا والدقيق مفيش أي مشكلة زي ما انتوا شايفين عجنة البسكو تتلمت معانا بالشكل ده وطرية ازاي في الوقت ده أنا هشكلها على طول مش هسيبها أنا طول ما أنا ايدي فيها عجين تحس إن العجينة بتلزق معاي غسلت إيديا ولمتها هنغطيها بكيسة وحنشوفي التشكيل أنا معي الثلاث تشكيلات والتشكيلة تحبيها استخدميها أول حاجة معاي الفورما السيليكون دي هبتجي أخد قطعة قطعة من العجينة وبرمها على شكل رول طويل وما يكونش رفيع قوي ولا طخين قوي وحبتجي أقصه على قد الدايرة وبعد كده هبتجي أقفلها في الوقت ده بقى هنبتجي نضغط عليها عشان تدينا شكل الفورما بالزبط بعد كده هخلصي الكمية كلها زي ما انتوا شايفين وأنا مش هطلع الشكل دلوقتي لأن لو طلعتها هتبقى عجين معايا ومش هيدينا شكل الفورما هبتجي بقى أخدها بعد ما ضغطت عليها وحطها في الفريزر لمدة خمس دقائق أكون خلصت باقي الكمية الشكل الثاني اللي هو الشكل التقليدي اللي احنا متعودين عليه هبتجي أعمل رول طويل وأطعوا القطع صغيرة وأبتجي أبرمها على أدية على شكل كورة صغننة جدا عارفين بلية الأطفال اللي بلعبوا بها هي أد البلية بالزبط يعني كورة صغننة جدا لأنه هو لسه بيزيد معانا في الفرن شوية وحرصه على الصاج الصاج ما بيدهنش أي حاجة صاج البسكوتات ما بندنهوش أي مادة دهنيا هائي بعد كده هنعمل بقى الشكل الأخير والشكل ده تحفة جدا وسهل هاخد قطع صغيرة وأبرمها على شكل رول طويل بس يكون رفيع مش تخيل وحبتجي أبرمها كمان برمة زي ما انتو شايفين بعد ما تنتها على بعضها وإدانا شكل الضفيرة بالشكل ده شكل حلو قوي وجميل ومميز ومعاكل عجينة شكلي بيها الأشكال اللي انت حبيها أي شكل تحبيه شكليها إن شاء الله حتى تعملي عروس الأولاد بكده أنا شكلت العجينة كلها وده الصاق زي ما انتو شايفين الشكل التقليدي اللي هي القور الصغيرة وشكل الطفيرة ودلوقتي هطلع الفورمة من الفريزر وحنشوف الشكل هنطلعه ازاي بعد ما طلعتها أنا جبت الصينية وحبتدي طلعها شايفين بتطلع معانا بكل سهولة ازاي بسم الله ما شاء الله لا إنها جمدت معانا وبتخرج بكل سهولة بالنسبة لطريقة التسوية المزبوطة بتسخن الفرن حلو قوي وبعد كده بتزبطيه على درجة حرارة 160 النار بتكون من تحت بس وبيتكون هادية جدا وقوع تولعي الشواية لأن سبب تشقق بسكوت اللانكشير أو بسكوت القهوة هو إنك بتولعي الشواية وبالنسبة لمدة السوية ممكن تزيد أو تقل على حسب نوع فرنك هو أخذ معايا في الفرن حوالي 25 دقيقة وزاي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله دايب دوب ازاي أول ما خرقته من الفرن سبته يهدى شوية وبعد كده بدأت إن أنا وره لكو وشايفين القلب ما شاء الله أحلى وأطعم بسكوت لانكشير بجد هتعملوه بالنشا أنا بصراحة زي انتوا كان عندي مربة فراولة وبدأت إن أنا لزق اتنين في قلب بعضها وجبت جوز هند وزينته بالشكل ده ولو عندك فارماسي ممكن تزينيه شوكولاتة اللي انت حباه أنا عملت تزين بسيط عشان أولادك بس يفرحوا به وأحلى بسكوت هتعمليه مأديره سهلة جدا وبسيطة أنا عملت كمية بسيطة جدا عشان تجربوه ولو حابة تزويدي في الكمية ضع في المأدير أنا بعمل كميات بسيطة لأني في ناس ما بتقدرش إنها تعمل كمية كبيرة بسكوت خفيف وناعم مدايب دوب مكوناته مزبوطة جدا وقلت لكم على طريقة التسوية أتمنى منكم تحطوا لايك للفيديو تكتبوا تعليق حلو كده البسبوسة وتشتركوا في القناة لو لسه جداد على القناة وما تنسوش تفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم إشعارات بالوصفات الجديدة ضمتم في حفظ الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر